اشتركوا في القناة دواعش لكن بربطات عمق العقل المدبر لاغتيالات المخابرات في الخارج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله تعالى أجوركم بمصاب سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام وشهداء كربلاء الذين قضوا على صعيد كربلاء وهم ينشدون الإصلاح في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين تعلمون جيدا أحبائي أن المقاومة اللبنانية كانت قد نشرت قبل أيام فيديو تحت عنوان الهدهد واحد وأتبعته بفيديو آخر أطلقت عليه اسم الهدهد اثنان في الفيديو الأول وفي الفيديو الثاني نشرت المقاومة اللبنانية صورا تفصيلية عن أهداف جاهزة أهداف عسكرية وأخرى مدنية لكنها ركزت على الأهداف العسكرية ونشرت صورا لأهداف مدنية بالتفصيل الممل وبجودة عالية وكأنه يعني إذا شاهدتم هذا الفيديو الأول والثاني ربما تقولون ربما يقول قائل أن القيادة في الكيان الصهيوني التي صورت هذا الفيديو لنقاء الصورة وجودة الصور والتفصيلات التفصيلات تعالوا إلى صحيفة معاريف وغيرها من الصحف العبرية تقول حزب الله ينشر الحلقة الثانية من سلسلة الهدهد صارت سلسلة لماذا سلسلة؟ لأن الهدهد في الفيديو يعني حزب الله لبنان حفظ الله المقاتلين والمقاومة قالوا واحد واثنين وهذا إلى دلالة الذين عاصروا ما سمي بالحرب العراقية الإيرانية تذكرون جيدا العمليات التي كانت تقوم بها الجمهورية الإسلامية كربلاء واحد كربلاء اثنين كربلاء اثلاثة كربلاء اربعة كربلاء خمسة والفجر والفجر واحد والفجر اثنين والفجر اثلاثة وهكذا إلى والفجر اثمانية مثلا في الفاو والأخوة في أنصار الله العمليات الردع الكارثية التي كانوا أيضا استخدموا مثل هذه السلسلة الهدلالة فبالنتيجة حزب الله والمقاومة اللبنانية عموما يريدون أن يوصلوا رسالة ذات مغزى إلى هذا الكيان الصهيوني اللقيط وحماته والدول التي تؤيده أو انخرطت معه فيما يسمى باتفاقات ابراهام أو ابراهيم عليه السلام وقبلها كام ديفيد ووادي عربة أوسلو منظمة التحرير الفلسطينية بس للدول الاقليمية تحديدا أن هذه الحرب إذا وقعت شملت الجميع لأنه مثلا في التحرير المنطقي عندما يشن هذا العدو عدوانا على لبنان ويرد حزب الله لبنان دائما الردود المقاومة ترد ريكشن بالفارسي حكس العمل بالعربي رد فعل بالانجليزي ريكشن فعندما ترد المقاومة هذا يعني أن الكيان الصهيوني سيكون في حيس بيس فإذا أراد أن يوسع الدائرة حتى يخفف عنه على ما يشاهده ويلاحظه من مأساة المقاومة ستوسع الدائرة وستشمل دولا في المنطقة تزعم أنها تريد أن تكون في منعه عن هذه الحرب المدمرة عموما والكلام لا يزال لمعارف حزب الله ينشر تسجيلا جويا جديدا لمواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان والتي تسمى هذه المواقع عيون الدولة الآن عيون الدولة في عيون الهدود أما حزب الله ماذا قال بالفيديو الهدود اثنين مسيرات المقاومة تكشف تفاصيل مواقع العدو وقواعده العسكرية في الجولان بصورة جوية متميزة أنا من أقول هداف مدنية طبعا هو حزب الله ما ذكر هداف مدنية بس بالتأكيد هذا اللي عنده هيتش قدرة على استهداف المواقع العسكرية قادر على استهداف المواقع المدنية مع ملاحظة أنه في الكيان الصيوني ماكو شيء مدني المستوطنين كلهم مسلحون كلهم أنت عندك جيش نظامي وعندك احتياط وعندك مستوطنين كلهم ميليشيات عرض الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد تظهر مواقع العدو والعسكرية والأمنية في الجولان السوري المحتل ضمن الحلقة رقم اثنين من الهدهد وحمل الفيديو عنوار حلقة اثنين الجولان السوري المحتل وتضمن مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية وحط تحتها خط وبدأ الفيديو بمشاهد من الحلقة الأولى من الهدهد والتي عرضت مشاهد من الداخل الفلسطيني داخل يعني فلسطين التاريخية 1948 خصوصا ايضا في مناطق الشمال من نهاريا غصولا غصولا الى حيفا بما تحويه من مقرات وقواعد عسكرية وامنية وغيرها وغيرها حط تحتها خط ثم عرضت المشاهد صورا لمجاهدي المقاومة الإسلامية خلال قيادتهم المسيرات يعني قول وفعل التي ترصد كيان العدو بمنشآته العسكرية وغيرها في غرف عمليات المقاومة وتظهر المشاهد قواعدة الاستخبارات والانذار المبكر الإسرائيلي أو ما تعرف بعيون الدولة كما تقول معاريخ وتتضمن ست محطات استراتيجية للاستطلاع الألكتروني على الاتجاخ الشمالي والشرقي لكيان العدو واحدة في مزارع شبعة وخمسة في الجولان وتقوم هذه القواعد بمهام التنصت والاسترشاد والرصد البعيد المدة بالإضافة إلى مهام الهجوم الألكتروني على صعيد التشويش والتضليل يعني راح يعمون عيونه للعدو قبل أن يستهدفوا في القلب في المقتل وتحوي هذه القواعد بمهام قلنا وتحوي هذه القواعد عقداً رئيسية للربط والاتصالات وتبادل البيانات وتتموضع فيها قوات من واحدة 8200 وتسع تلاف وتسعمية ووحدة الحرب الألكترونية كما تحوي قوات لمهام تأمين القاعدة وتجهيزاتها وتأمين الخط الحدودي هذه تفاصيل كثيرة ما أريد أن أشغلكم فيها لكن أنا أتعمد أن أقرأ هذه التفاصيل لكي أصل إلى الوحدة 8200 والوحدة 9900 وكل ما يتعلق بالحرب الألكترونية ومقرات التجسس والجواسيس المتصهينين الذين يجري بثهم وتوزيعهم على مواقع التواصل الإعلامي وفي وسائل الإعلام وأنا طالما حدثتكم عن هؤلائي وقلت لكم أيضا أن المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة نقلت بيانات كاملة عن أسامي هؤلاء الذين تجدهم بعضهم تشوفوا يعني هو من عندنا وبينا أصدقائنا وإخواننا مع كل الأسف لكن بغوا علينا ينتشرون في وسائل الإعلام وفي قنوات فضائية وبعضهم مميزون في قنوات فضائية مميزة ويتحدثون دائما بنظرية الإحباط وتشويه سمعة المقاومة وسمعة الجمهورية الإسلامية وهؤلاء بالمناسبة بدأوا يطورون أو ينتقلون تدريجيا من المتصهينين من كونهم متصهينين عرب يخفون تصهينهم عندما يقولوا نحن مع فلسطين ونحن ندين استهداف المدنيين ونحن نرفض البجازر الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني لكن المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وإيران يتخادمون مع الكيان الصهيوني والنظرية التعبانة لا لا هسه الآن انتقلوا إلى مرحلة بدأوا يقولون نحن نحن نشجع ونحث الكيان الصهيوني على القيام بغزو لبنان بغزو لبنان وروحوا شوفوا بعض التغريدات لبعض الشخصيات التي كانت تزعم أنها تتعاطف مع الفلسطينيين الآن يفرحون يهللون طربا والله إذا وصلت قوات الجيش الصهيوني إلى بيروت وإلى داخل بيروت ستصلهم الكذا يعني ما هذا فصل حتى لا تعرفون الأقصد من لأنه هنا القوانين تمنعوا من أن أشير بالأسماء لكني لدينا الأسماء هؤلاء الآن يعلنون صراحة عن تأييدهم للكيان صراحة عن تأييدهم للكيان الصهيوني وحقه بعضهم يقول أفخروا بأنني صهيوني صهيوني على أن أكون فارسي وهو كل دين ما أخذ من الفرس كل دين من المملكة العربية السعودية النماذج موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية ختمت المقاومة الإسلامية الفيديو رقم اثنين بالآية أربعة وأربعين من سورة النور والطير صافات وأرفقتها بكلمة لتبع نعم 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 دواعش لكن بربطات عنق هذا كتاب مهم جدا بالفالسي اسمه داعش داعش هاي كرافاتي وتفريح آدم خاران المؤلف الإيراني سيد هاشم ميرلوحي كتب كتابا تمت ترجمته إلى اللغة العربية باسم دواعش بربطات عنق كتاب مهم جدا حقيقة أنا اخترته لأنه القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية والسفيرة الأمريكية المقترحة الجديدة التي تحدثت إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس في العراق طبعا مقترحة للعراق كلهم والحديث لا يزال حتى في الزيارة الأخيرة التي قام بها أحد مسؤولي وزارة الاتفاع الأمريكية البنتاجون إلى العراق دان شابيرو وهو بالمناسبة مكلف من قبل وزير الخارجية الأمريكي بلينكون بالقيام بمهام توسعة اتفاقات أبراهام يعني التطبيع في المنطقة وهو يملك جنسيتين الجنسية الإسرائيلية والجنسية الأمريكية مع ملاحظة كل اليهود الذين يولدون في الخارج من حقهم أن يحصلوا وفق قانون العودة الذي تمت المصادقة عليه في الكنيسة الإسرائيلة عام 1950 على الجنسية الإسرائيلية بس هذا لا يعني حصل عليها وعاش كإسرائيلي وخدم في إسرائيل بعدين عيؤينه سفيرا في الكيان الصهيوني وأنا أنقل لكم فقط من موقع آي 24 نيوز تيفي اللي هي شبكة تلفزيونية تابعة للكيان الصهيوني بشكل مباشر رسمية يعني نقلت عن هذا الرجل شابيرو كما تعرفه قناة آي 24 نيوز الإسرائيلي هو دبلوماسي يهودي أمريكي إسرائيلي هذا كلامهم شغل منصب سفير والعادة المتحدة لدى إسرائيل بين العام الأعوام 2011 و2017 على كل أقول هذا أيضا زار العراق ويتجول في المنطقة ويتحدث عن الآن هو عنده صفة أخرى أيضا إضافية هو نائب مساعد وزير الخارجية وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط أقول كلهم يتحدثون أن القوات الأمريكية باقية بزعم أنهم يحاربون هذا التنظيم الأرهابي يقول لك ما دام هذا التنظيم موجودا يقولون موجود وأكرر الملاحظة وبالمهم يريدون أيضا حل الحجد الشعبي وإضعاف فصائل المقاومة وتصفيتها وإنهاءها لكن هم في نفس الوقت يعرفون جيدا أن الحجد الشعبي أوجد تأسسه وفصائل المقاومة إنما بدأت تتطور أكثر وتطور في عملياتها أكثر التي قاومت الاحتلال سابقا هو للدفاع عن العراق بوجه هذا التنظيم الأرهابي فيأتي هذا الكتاب ويؤكد بالوثائق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أوجدت هذا التنظيم الأرهابي أصلا يقول الدولايات المتحدة الأمريكية أسست ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وتنظيمات إرهابية أخرى قبل هذا التنظيم وبعده من أجل تسعير الفتنة الفتنة السمنية الشيعية في بلاد المسلمين وتحديدا في دول غرب آسيا أو ما يسمى الشرق الأوسط حسب المصطلح الغربي الموجه موجه يعني وفق الأمريكان يقولون الشرق الأدنى الأوروبيين يقولون الشرق الأوسط كلهم حسب يعني يجر القرصة يجر النار إلى قرصه حسب مصالحها يقول وعلى الرغم من إقرار مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مثل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وكذلك خبراء وإعلاميين غربيين كثر خلال السنوات الماضية بأن التنظيمات التكفيرية الإرهابية هي صناعة أمريكية وغربية تسليحا تمويلا وحتى توجيها فقد بقيت أغلب النخب العربية والإسلامية المسيسة وشرائح من الرأي العام العربي والإسلامي رافضة بشدة لهذا الطرح مع انقسامها بين مؤيدة بشكل أعمال تلك الجماعات التكفيرية أو مبررة لممارساتها الوحشية وأفكارها المتطرفة بدوافع موضوعية مثل زعم ديكتاتورية النظم العربية والإسلامية على الأقل في مرحلة صعود تلك الجماعات بعد ما يسمى بالربيع العربي في أواخر 2010 ومات له من نزاعات داخلية مريرة لم تخمد نارها الحارقة حتى الآن في هذا الواقع تأتي أهمية هذا الكتاب دواعش بربطات عنق حيث يبين الكتاب للقارئ والمثقف المسيس مع الأسف في البيئة العربية والإسلامية وعموم هؤلاء المثقفين طائفيين وأما الذين يحسبون أنفسهم على الشيعة فهم عملاء كما قلت لكم في الوحدة ثمانية آلاف ومئتين وبعضهم جهلة يبين أن السلوك الوحشي الذي قامت به هنا لن نقطة المهمة الجميلة السلوك الوحشي الذي قامت به هذه التنظيمات الأرهابية وتحديدا هذا التنظيم داعش الأرهابي ما هو إلا تكرار للأساليب الوحشية لدى الحضارة الغربية في القدم ومن خلال تجربتها هذه الحضارة الغربية في استخدام هذه الأساليب قامت الشيطان الأكبر على سبيل المثال ولاية المتحدة ويضع أن أعبر عنه بالشيطان الأكبر أمريكا بتأسيس جماعة داعش الأرهابية وتدريبها على هذه الأساليب الوحشية لكي يعيد التاريخ نفسه من جديد لأن نفس الأمريكان مارسوا هذه الوحشية مع سكان الولايات المتحدة الأمريكية الأصليين تذكرون سماحة الإمام السيد القائد آية الله العظمى علي خامنئي تحدث كثيرا هو أيضا يستند إلى بعض بيانات القائد قائد الثورة الإسلامية جمهورة الإسلامية حول أهمية تحدث حول أهمية جهاد التبيين وكان يركز على أهمية أن يبين المثقفون معنى هذا التنظيم الأرهابي ومن يقف خلفه يقول وفق بيانات آية الله العظمى السيد الخامنئي حول أهمية جهاد التبيين رأينا من الواجب تبيين الوجه الحقيقي للحضارة الغربية وربط ظاهرة داعش الأرهابية بالجذور الحقيقية لها وهنا يذكر بقولة قالها الإمام الخامنئي الذي كان قد اشترى هذا الكتاب من بين أربعة كتب اختارها أثناء زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب في منتصف مايو أيار من العام الماضي ويذكر السيد خامنئي أهمية جهاد التبيين لتوضيح الوجه الحقيقي لما يسمى بالحضارة الغربية عموما هناك حديث كثير طويل يرد بالتفاصيل طبعا السيد آية الله العظمى السيد علي السستاني أيضا إذا تذكرون أحبائي كان قد دعا إلى توثيق جرائم هذا التنظيم الأرهابي بالنسبة لنا في العراق ما لا فعلنا هل استجبنا إلى ما كان يقوله سماحة السيد الإمام علي السستاني؟ طبعا لا مع كل الأسف مع كل الأسف عموما أقوله أن التركيز على تبيان هذه الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم وربطها كما حاول أو أكد سيد هاشمير لوحي هذا الموضوع يعني أن هذا التنظيم الإرهابي صنع في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد تحت هذا العنوان أيضا تحت عنوان صنع في أمريكا يأتي تحقيق استقصاء آخر نشر في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في صحيفة أمريكية مستقلة يقول صنع في أمريكا غزو داعش للموصل هذا يناقش تفاصيل الكتاب ذاك يناقش يربط التنظيم الإرهابي بمقولة ما يسمى بالحضارة الغربية وأنه ما يقوم به هذا التنظيم الإرهابي هو انعكاس صدى لما كانت وما تزال تفعله الولايات المتحدة الأمريكية لكن مع الهنود الحمر السكان الأصليين كانت الجرائم واضحة فيقول هذا التحقيق الاستقصائي أيضا لقد استخدمت الجماعة الأرهابية سيئة السمع هذه ركز بالتفاصيل على استخدمة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والمقاتلين قدموهم أسلحة ومقاتلين مدربين على يد الولايات المتحدة الأمريكية والتمويل المرسل من البلوك في واشنطن لغزو ثاني أكبر مدينة في العراق وأرهاب سكانها المسلمين السنة يعني الموصل ويجي يقول بعد تحقيق شامل استمر ثلاث سنوات وجد مركز أبحاث التسلح في الصراعات C.A.R الممول من الاتحاد الأوروبي انتبه شوف الكارثة أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى سوريا بين عامي 2014-2017 تم نقلها بسرعة إلى داعش وفي بعض الأحيان في غضون أيام أو أسابيع وأوضح داميان سبلتيرز من مركز أبحاث التسلح في الصراعات أن كل ذلك تم بعلم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وشملت الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة ووصلت بسرعة إلى داعش شاحنات حيث هذه شاحنات عرفها رباعية الدفع البيك أب الشهيرة والتي أصبحت مرادفة لعلامة داعش التجارية المهم هذا التقرير مفصل ويذكر بتفاصيل بالأرقام حتى كيف ألقت صاحنات طائرات شحن أمريكية من طران سي 130 أسلحة استولى عليها تنظيم داعش الهوم ويجي أحد الأكاديميين الإستراليين والخبير في الشئون السورية تيم أندرسون يصلت الضوء على تقارير متعددة من سياسيين ومصادر أمنية عراقية تؤكد أن القوات الأمريكية أسقطت أسلحة بانتظام إلى تنظيم داعش بطائرات الهليكوبتر وتفاصيل حتى ذكرت صحيفة واشنطن في آب 2024 واشنطن بوست أن أعضاء ليبيين من تنظيم داعش تلقوا تدريبات على أيدي عسكريين واستخباراتيين فرنسيين وبريطانيين وأمريكيين إثناء ما يسمى بالثورة للإطاحة بحكومة معمر القذافي تقارير مفصلة وكثيرة وعليكم أن تراجعوها لتعرفوا جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف هذا التنظيم الأرهابي ابقوا معنا العقل المدبر لاختيالات المخابرات في الخارج هو في الحقيقة هذا يزعم أنه تقرير أو تحقيق استقصائي نشرته إحدى القنوات شبكات التلفزة الإيرانية المعارضة في الخارج وهذه الشبكة ممولة مباشرة من المملكة العربية السعودية لكن بعد قبل وبعد التطبيع الذي حصل بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية في العلاقات الموساد الذي لم يكن غائبا عنها تقريبا تولاها بشكل رسمي هذه الشبكة شبكة تلفزيونية معارضة تبث باللغة الفارسية لديها مواقع بالعربي وبالانجليزي أيضا وبالإضافة إلى الفارسي هذه تركز هذه الأيام على اتهام الجمهورية الإسلامية وتحديدا الحرس الثوري بأنه يقف على مزاعم بمحاولات اغتيال في الخارج تطالوا المعارضين الإيرانيين أقول الآن بعد انتخاب يعني بعد مجيء حزب العمال البريطاني إلى سدة الحكم في بريطانيا أخذ هذا الموقع أو أخذت هذه الشبكة التلفزيونية تزيد من جرعة هذه المزاعم التي تغذى مباشرة من قبل جهاز المخابرات في الكيان الصحيوني مباشرة يعني توجد أدلة كثيرة لو نريد نفصل لأن هذا موضوع طويل طويل ويحتاج نتحدث وإحنا شوي يعني نراع بعض الظروف لأنه هذه الشبكة التلفزيونية موجودة هنا في بريطانيا ووفق القوانين لا نستطيع أن نذكر الأسماء هم يذكرون الأسماء بالمناسبة يعني هذه الشبكة تزعم تكتب تقول الكشف عن هوية العقل المدبر لاختيالات المخابرات الإيرانية في الخارج وتذكر اسم شخص وهذا اتهام هذا يتخالف يتعارض مع قوانين الأوف كوم شبكة الهيئة البث العليا هنا في بريطانيا التي تحاكم وتحاسب على مثل مثل هذه الأخبار فاقدة الصدقية ومن حق هؤلاء الأشخاص الذي لا يذكر اسمهم أن يقيموا دعاوى دعاوى قضائية قبل أن يقيموا دعاوى وشكاوى للأوف كوم لإغلاق هذه القناة وتجريمها وتغريمها والمطالبة بتعويضات مالية هذا أيضا مطلوب وكذلك مطلوب من الحكومة في الجمهورية الإسلامية ومطلوب من الرئيس الإصلاحي هكذا يعرف والذي يريد مد يده إلى في التعاون أو الحوار مع الدول الغرب تحديدا والخارج بشكل عام ومع السعودية أن يطالب المملكة العربية السعودية بوقف مثل هذه الترهات هذا أمر بالغ الحيوية ومهم جدا أقول لماذا أخذوا الآن يزيدون من هذه الجرحة لأن حزب العمال البريطاني كان قد وعد سابقا قبل الانتخابات ونشرت التليغراف أيضا البريطانية مثل هذه المزاعم أن حزب العمال إذا فاز في الانتخابات التي فاز بها فإنه سيضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الأرهابية كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت الحرس الثوري على قائمة المنظمات الأرهابية بفعل اللوبي الصهيوني وكذلك أرادت من بريطانيا أن تفعل ذلك لكن بريطانيا لم تقبل حتى في عهد حكومة المحافظين البريطانيون الحكومة البريطانية المحافظة قالت نحن لا نريد أن نفقد قناة اتصال بيننا وبين الحكومة الإيرانية على الرغم من أن المزاعم التي ذكرتها هذه الشبكة تحديدا ومعارضون آخرون تم الترويج لها بشكل كبير في وسائل الإعلام البريطانية لتخلق رأي عام بريطاني وذكرت بعض المزاعم أن هناك من 14 إلى 15 وقيل 16 أخيرا إلى مارس الماضي 16 على أساس أن المخابرات البريطانية أجهضت 16 محاولة اغتيال واتغم بها الحرس الثوري دون دليل وطالت معارضين إيرانيين هسا تجي شبكة هاي الشبكة ما أجي باسمها تزعم أنها تلقت معلومات أفادت بأن فلان ما أذكر اسمها لأنهم ذكروا اسمه الملقب بكذا وهو مساعد كما يقولون وزير المخابرات لشؤون الأمن الداخلي في إيران هو العقل المدبر لعمليات الوزارة لإغتيال معارضي النظام في الخارج تلاقضات في داخل هذا التقرير تكشف أكاذيبه وقال مصدر للشبكة في وزارة الدفاع الإيراني شوف وزارة الدفاع وين ووزارة المخابرات وين وبعدين يجون شي يقولون الحرس الثوري ثلاث مؤسسات مختلفة متباينة في وظيفتها تيجي يحطوها ما يكون لي شي ما يشبه شي يقولون قاله فحتى يعني بس يريدون يخلقون رأي عام هذا طبعا يؤثر في وسائل الإعلام البريطانية والناس اللي ما يعرفون شنو طبيعة النظام السياسي في إيران وطبيعة عمل الحكومة الإيرانية وأدوار يصدق مثل هذا الكلام قالوا أن فلان هو من الجيل الجديد من مديري المخابرات الذي يثق بهم السيد المرشد يعني الإيراني كما يقولون هم المرشد السيد القائد وتقوم وزارة المخابرات في إيران بالتعاون مع منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ أهم الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في الخارج منذ سنوات عديدة لكن المعلومات التي تلقتها هذه الشبكة تظهر أن وزارة المخابرات لديها هيكل أكثر تماسكا من الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بالعمليات الخارجية وستكشف هذه الشبكة من خلال التقرير التالي عن هوية هذا الشخص لأول مرة أنا مرة أخرى أؤكد وأدعو وأقول أنا لا أريد أن أدافع لست في معرض الدفاع بس أنا كوني خبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية والاستراتيجية وأنا صحفي استقصائي والله لا أقول ذلك لا حبا في إيران ولا دفاعا عن إيران بالعكس أنا قلت ذلك مرارا قلت هذا الكلام اللي صراحة أقوله أي عمل تخريبي؟ تخريبي؟ يستهدف أمن المملكة المتحدة التي أنا أعيش بها هو عمل مرفوض جملة وتفصيلة وأنا واثق وفق المعادلات الفقهية والشرعية ومعادلات العلاقات الدولية ووفق فتاوى الإمام الخميني وفتاوى السيد القائد الخامني لا يجوز تنفيذ مثل هذه العمليات فوق الأراضي البريطانية وفي الخارج عموما أنتو كل ما تسمعوا من مزاعم وأكاذيب فلان اعتقل في السويد فلان اعتقل هذولي هي هذا التأثير هذا اللوبي هذولي بالفارس يسموهم البرندازان يعني الذين يريدون إسقاط النظام نظام الجمهورية الإسلامية ويتحركون بدوافع مدعومة من الخارج ولحظنا ذلك في قضية مهسى أميني لاحظناها مباشرة لاحظنا كيف يأتي جون بولتين المستشار الأمن القومي للرئيس ترامب آنذاك ويعترف علنية يقول أن المضاغرات التي خرجت احتجاجا على وفاة مهسى أميني كانت مسلحة واستخدم فيها السلاح سئلة البي بي سي بالفارسي معنا خبير تابع قالوا له من أين يأتي هذا السلاح قال لهم من الفصائل الإيرانية الكردية المعارضة في كردستان العراق ولاحظتم بعدين صار الاتفاق يعني وليش صار الاتفاق أمني تعاون أمني بين إيران والجمهورية والجمهورية والعراق وهذا على هذا الأساس فعلى على أين يأتي حال هاي الأكاذيب عملية خلق فضاء إعلامي سياسي أقوله بكوني خبير مطلع إيران لا تقوم بذلك أبدا لكن في الفضفضة الإعلامية وخلق تضليل إعلامي هذا الأمر يحتاج إلى متابعة قانونية قانونية فسا ممكن احنا لاحظنا ملاحظة الرئيس الإيراني المنتخب السيد مسعود بيزكشيان اشقد الآن روجت حتى هذه الشبكات والولايات المتحدة وغيرهم والله يجي راح يسوي هذا ما راح يسوي ما يقدر يسوي شي يابا شونه ما يقدر يسوي شي هو المطلوب منه يسوي انقلاب على النظام لا طبعا رئيس إلى صلاحياته ويستشهدون يقولون حتى بعض يعني الدعايات التي تبثي داخل الجمهورية الإسلامية من قبل هؤلاء أنه والله هؤلاء الذين ينتخبونه أعداء الجمهورية الإسلامية بل حتى شوفوا شوفوا حتى هنا في الغرب الآن في الغرب عموم الغرب عدد الذين صوتوا للمرشح الخاسر السيد المتشدد الذي يرفض التفاوض مع الغرب حول النووي سعيد جليلي أكثر من عدد الذين صوتوا للمرشح الفائز الإصلاحي الذي وعد بالانفتاح فأموماً فأموماً الكرة في ملعب البريطانيين وغير البريطانيين والغرب على أن اليد التي مدها لهم السيد إبراهيم رئيسي يتلقفونها ويفهمون يجون المفاوضات وهذا الحق هذا القناة يجب أن تبقى بين إيران والغرب لكي لا يفسحوا للمجال لمثل هؤلاء ليقوموا ببث السموم والأكاذيب لتشويه سمعة الجمهورية الإسلامية وليجاد هذا التوتر هذا الكيان الصهيوني ريده وكل من يتحرك في هذا الإطار وطبعاً المعارضة والبرندازان يعني المتآمرين مستفيدون من مثل هذه الأكاذيب والمطلوب أيضاً تعزيز وتقوية الإعلام الإيراني والإعلام الرديف لفضح هذه الأكاذيب والتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية وحتى محور المقاومة أنما هم يعملون من أجل السلم العالمي السلام العالمي ونبذ الإرهاب والتطرف الذي من أجله أوجد الكيان الصهيوني في أمان الله ترجمة نانسي قنقر